عايزة بقى روح لوالي السلمان اللي تقلق انبارح بشكل كبير جدا وإحرازه الهدفين ولا أجمل من كده الحقيقة ووليد الحقيقة برضو من يومه وهو مميز جدا ومميز في كل حاجة مميز في حبه لربنا مميز في عشقه للفنلا الحمرة مميز في تقدير الجمهور النادي الأهلي من أول يوم مميز في أخلاقه مميز في أداءه في الملعب لحد آخر لحظة عمره ما عمل مشكلة عمره ما اعترض على أجلوسه على الدكة عمره ما قال أنا عايز فلوس زيادة أصلا أنا كبرت وعايز أأمن مستقبلي وليد سليمان ده اللي يتقال عليه فعلا لعيب من طراز فريد لعيب في حتة تانية خالص هو فعلا لعب يعني من زمن الحبايب كده زين بيقولوا وليد سليمان اللي عمل المستحيل علشان يلعب للأهلي واللي ضحب كتير جدا واشترى الفانيلا الحمرة واللي النهاردة بيشتري الأهلي وبشتري جمهوره ويعني يقول ايه يتشال فوق الدماغ فعلا هو فعلا خاتم سليمان هو الحاوي لعب من طراز فريد كلنا بنحبه حتى مسماني مبرح في المؤتمر الصحفي كان بيقول للصحفيين انتوا ما سألتونيش على وليد يعني قاعد يتغزل فيه وشفنا حتى مبرح الحديث وحالة الحب اللي ما بين مسماني ووليد وقال لك أنا كن نفسي ضربه من وهو ناشئ فهدي علاقة بتدل حتى على علاقة مسماني زي ما قلت في الأول بجميع اللعيبة مش بالوليد بس